بالله عَلَّهُ عَلَّهُ أَلَّهَاً وَأَوْصِل عِيمَ لَوَاسْلِهُ تَعْرَkich بسئوة الله سبحانه وتعالى العلم الأخير النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا بصرع بالإزل자기x وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا الحلم النافع وكان صلى الله عليه الصلاة والسلام وكان يساعد الله جل وعلا الحلم الذي لا يبعت وأما ثانين فأقول للإخوة المعلمين يسأل الله جل وعلا أن يبارك في غرسكم وأن يجعلكم مباركا وإن تبركوا وتعلموا أن الطلاب بين يديكم هي نعمة أستاء الله جل وعلا لكم فالله الله بالرفق فهذا زمن الرفق إن كان قال الشيخ عبد الزنداز رحمه الله 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 بالنصح والتوجيه والحرص على الاستعداد للتدريس إن شاء الله جل وعلا أن يبارك في غرسكم وإجعلنا وإياكم من المباركين النافعين لأمة الإسلام وأما ثالثا وآخيرا أقول لأولياء الأمور أقول عليكم ببدل الغالي والنفيس في إصلاح الأبناء والحرص على الدعاء لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مستجاد أن نحرص على أن ندعو لأبنائنا هذه سنة الأبناء الأنبياء من عاداتهم أنهم كانوا ندعونا لأبنائهم كما قال إبراهيم عليه السلام أجنبني وبني أن نعبد الله سلام فلنحرص سنة الأنبياء على الدعاء لأبنائنا ولنحرص أيضا على أن نورستهم من دير الله جل وعلا وعلى تحريضهم كتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على خير ويموت عليه أسأل الله جدوا على أن يحينوا يكمل الترحيب السنة ونميتنا عليها وأسأل الله جل وعلا أن يؤسر اللقاء بكم قريبا أارك الله فيكم وشكر الله زأيكم وززاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين أخوكم ومحبكم أما دمي شملام أبوكي يريد من دولة الكويت نعم لايكا تياتيبو أورا تيام الفاوة في النسيسي لا تهلو الكويت ولو كيام الفاوة لسنة نسوكي تي أوروية تيو تريدو ولاني باواتا جو ما كيكو ونو نسو أسوليكم ولو الإخلاص والمتابعة أدو قد أسيبين تاماشي يوتين ترطلون ما دو قد أسيبين يسيبين معدلا دي لو ألو مرسي خوري إلي تو مرسي تلي مانس جو جاسبين توري نعم يواجه أنتو مالجو تورو جاسبين نالو فين ككو أبواتا جاسبين وانتا توفر أسماحي دي أهل سنة توا الجامعة مانجو جاسبين توري يبو الاتي لي وناني قد أسيبين معدلا جمينو لسي أمفاني بي باكينا نكفي انتو باشي سامان فيجو تالنبي صلى الله عليه وسلم سيما سيبيا كو انتو سي تتالو فيجو سى قطع نبي انتو باشي انتو باشي انتو باشي انتو یكو جاسبين اما دو ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الحمد لله رب العالمين الآن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي كما قد ذكرناها من قبل هي حالة المهد مع القرآن الكريم والذي يتولى ذلك أولاً فضلة الأستاذ هو أحد مكالاء هذا المكان فضلة الأستاذ عبد الحكيم عبد السلام وكيل المرحلة المتوسطة بمهد أهل السنة والجماعة إن شاء الله إليس يقعيكم هناك في مهد آل السنة والجماعة قول القرآن قول صغير وكيل المتوسطة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه فإن أحسن وشي رقمته الأكمام وأبهى زهر تفتهت عنه الأكمام عاطر سلام يفح عبيره بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن هذا المعج مهد أهل سنة والجماعة في نيجيريا شرح علمي تربوي يتعامل بالقرآن الكريم بطريقة عجيبة طريفة لذلك نتفضل لضيق الوقت لعرض كيفية تعامل هذا المعج بالقرآن الكريم فإن هذا المعج طريقته بالقرآن الكريم بطريقتين الأول برنامج حفاظ المعج والثاني طريقة المعج بالقرآن بوصفه ماذا فأبدأ بالثاني فإن القرآن الكريم بوصفه ماذا يحفظه كاملا أو يحفظه طالب كاملا قبل تخرجه في هذا المعج في سنوات أربع فإن الطالب يحفظ القرآن الكريم في هذا الصرع العظيم في مدة أربع سنوات والبيان حول ذلك كالتالي فالطالب في تمهيد الثانوي الأول يحفظ في الفترة الأولى من سورة الفاتحة إلى آية اثنين ومائتين من سورة البقرة وفي الفترة الثانية الطالب في المستوى الأول التمهيد يحفظ من سورة البقرة من آية ثلاثة ومائتين إلى سورة آل إمران إلى آية أربع والسبعين وفي الفترة الثالثة الطالب في الأول التمهيد يحفظ من سورة الإمران آية خمسة والسبعين إلى سورة النساء آية ثلاثة وانشرين والطالب في الصف الثاني التمهيد يحفظ من سورة النساء في الفترة الأولى من آية أربع وانشرين إلى سورة الأنعام آية ثلاثة وانشرين وفي الفترة الثانية الطالب في المستوى الثاني التمهيدي يحفظ من 74 سورة الأنعام إلى سورة الطوبة آية 31 والطالب في الثاني التمهيدي في الفترة الثالثة يحفظ من سورة الطوبة من آية 32 إلى سورة يوسف آية 52 والطالب في الأول الثانوي يحفظ من سورة يوسف من آية 53 إلى سورة القاف آية 74 وفي الفترة الثانية يحفظ من سورة القاف آية 75 إلى سورة الفرقان آية 20 وفي الفترة الثالثة الطالب في الأول الثانوي يحفظ من سورة الفرقان آية 21 إلى سورة الأحزاب آية 30 والطالب في الثاني الثانوي في الفترة الأولى يحفظ من سورة العزاب آية 31 إلى سورة فصلة آية 46 وفي الفترة الثالثة من سورة فصلة آية 47 إلى سورة الحديث آية 29 وفي الفترة الثالثة الطالب في المستوى الثاني الثانوي يحفظ من سورة المجادلة من الآية الأولى إلى آخر سورة الناس وأما الطالب في المستوى الثالثة الثانوي يراجع في الفترة الأولى من سورة الفاتحة إلى نصف القرآن بينما هو في الفترة الثانية يراجع النصف الآخر وهو في الفترة الثالثة يراجع لقرآن كاملا وتطبيقا لهذا التفصيلات أهاب أو نطبق هذا على برد الطلاب وأهاب ببعض الطلاب وهم داود محمد الأول يتفضل هو وشعيب إسحاق يتفضل هو ومحمد بابا لكن يتفضل هو يختبرهم أستاذ ما ذات القرآن في هذا المكان أستاذ إبراهيم إسماعيل يتفضل هو إنه قرآن في القرآن يتفضل هو من فصل أصلافه حيث سابس وحيث سابس فقط هذا الصوري من القرآن الكريم وققه سابس من فصل الأصلافه من قدم الطفل الذهب سؤالا أن تعبونا ديرك لسابس ويدرد دورنا لبعد أصلاف عن أنت بالطفل من قرآن اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة